بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنشتغل في شابتر 4 ونكمله اللي هو الميكانيكال بروبيرتس وصيل النهاردة هنتكلم على بارت 7 اللي هو التري اكسل تيست عشان نوجد الشير سترينس برامتر اللي احنا جبناهم في بارت 6 في خصوص او بتجربة الديريكت شير او سعاد بنسميها الشير بوكس لكن قلنا ان في عيوب للشير بوكس هنحاول نتلافاها في تجربة التري اكسل تيست التري اكسل تيست طبعا عارف ان انت خدته في الصويل ميكانيكس احنا بنعمل بس ريفيجون سريع عليه عبارة عن ادي عينة الصويل بتاعتي بتبقى عينة استوانية معروف ال ال بتاعتها ومعروف الديامتر بتاعتها قويس بنحطها في ربر ميمبرين عشان المية ما تخش لهاش ويبقى في فوق عندي بورس فلتر ديسك تحت وفوق ومفهود هنا في عندي ال اور انجلي سي عشان ما يبقاش فيه تصرب لمين للمية من مين من التربة للسل بتاعتي كل دي بتبقى موجودة في السل او الخلية اللي بره ديت الخلية اللي بقى دي اللي بيسموها السل ووتر ودي اللي بتضغط على السويل من كل ناحية بحاجة اسمها الضغط او السل بريشر السل بريشر لما انا بضغط بيه خلي بالك ما بيحصلش انهيار للتربة اما الامتا يحصل الانهيار للتربة لما بتدي احط الديفياترولود هنا هوت كويس بحيث ان هو يعمل انهيار اللي بالك ان هو ده الواقع الواقع فعلا ان السويل اللي انت العينة اللي بتجيبها من تحت الارض هنا هو بتكون متعرضة لضغط من كل حتة بس ما بتنهارش اول ما بتبني بيت اللي هو الديفياترولسترسيس دوت يضغط عليها تبتيتي التربة مالها تنهار تاني حاجة انا سايب التربة تنهار على اي مستوى انا ما يهمنيش او انا ما بجبرش التربة انها تنهار على مستوى معين فاي مستوى ضعيف على التربة هو اللي هيخلي التربة ايه تنهار عنده طبعا بيبقى فيه عندي هنا فتحات عشان ابتدي اعمل ايه اطلع منها المية من السويل او احدد نوع الاختبار زي ما انت خدت قبل كده وفيه عندي طبعا المية دي بملاها ازاي بيبقى فيه عندي هنا خراطين بتطلع المية وبيبقى فيه هنا فتحة صغيرة بتطلع ما علينا خطوات التجربة مش مهمة بالنسبالي دلوقتي لكن يهمني احنا بنعمل التجربة ديت ليه احنا عايزين نجيب الشيري سترينس مين برامتر اللي هما السي والفاي بتاعت الصويل فانت لو تبصي كده ادي العينة بتاعت الصويل ايه اللي حصل فيها كان عليها هنا مالها اللي هي السيجما مين ثلاثة سيجما ثلاثة من كل جانب زي ما انت قدامك من فوق ومن تحت ومن كل حتة بعد كده ايه اللي بيحصل ببتيجي اعمل ايه من هنا اروح حاطت مين الاف او الديفيتر وقسمه على الاليا فاجبت مين السيجما ديفيتر يعني انا لو عندي الاليمنت بتاعي هنا هيبقى في الاخر خلاص تخص سيجما ثلاثة وسيجما ثلاثة هنا اللي هما السيل بريشر وساعد بيسموها الكونفاينينج بريشر وساعد بيسميها المينور برينسبل ستريسيز وساعد بيسميهم الكونفاينينج بريشر اي واحدة من ديت هي السيجما ثلاثة اما هنا ببقى فيه حاجة اسمها سيجما مين واحد ايه سيجما واحد اللي هو الميجور برينسبال ستريسيز وده عبارة عن السيجما تلاتة بتاعتك زائد السيجما مين الديفيتور انا لما توصل للمرحلة ديت خلاص التربة هيبتدي تنهار عند مستوى معين بيميل بزاوية اسمها الفا مين فلير طيب السؤال بقى دلوقتي عايزة جيب السي و الفاي هجيبهم ازاي ادي الخلاصة اللي احنا قلناها عندي هنا سيجما تلاتة اللي هي بيسموها ساعة كل دي سيجما تلاتة سيجما تلاتة برضك من نفس كل مكان ييجي الاف ديت اطلع منها مين سيجما ديفيتور بتساوي ايه الاف على مين على الاريا فبقت عندي هنا سيجما ديفيتور يبقى سيجما واحد بتساوي سيجما تلاتة زائد سيجما مين ديفيتور ادي سيجما واحد من فوق ومن تحت بتساوي بعض وهنا سيجما مين تلاتة والانهيار يحصل زي ما انا عايز طيب اولا عايزين نعرف ايه انواع تراي اكسل تيست قبل ما نجيب الشير سترينس برامتها عندنا فيه متغيرات كتير في التجربة ديت لكن احنا مش هناخد يعني ايه كل المتغيرات احنا ناخد الحاجات العملية اللي يتهمني هي عشان اعرف احدد نوع الاختبار اول نوع من الاختبارات اسمه اليو يو تيست او الانكونسولوديتد اندرين تيست احنا عندنا فيه مرحلتين للتجربة ديت فيه مرحلة اللي هي بتاعت السيل بريشر في الاول وبعدين في مرحلة تانية اللي هي مرحلة في التجربة بتاعت اليو يو تيست او الانكونسولوديتد اندرين تيست اللي بيحصل يعني مفيش تصرف للمي يعني انا عندي فيه هنا فتحة خارجة من الصويل نفسها وفيه هنا مية فالمية اللي هنا عايزة تخرج فانا كلمة ان انا قافل الصمام اللي قدامي هنا هو خلاص then keeping the self pressure constant طبعا هو سعبت السيل بريشر ما بيتغيرش بعد كده هبتدي ازود مين؟ deviator load او deviator stresses فالفلير يحصل بس بردك في مرحلة الفلير او المرحلة التانية ديت بردك without drainage عشان اسمها ايه اندرين عشان كاسمها انقنسولوديتد اندرين ايه تيست تجربة التانية او النوع التاني من التري اكسل تيست اللي هو السي يو تيست او consolidated undrain test consolidated undrain test في الحالة ديت عندنا بردك مرحلتين هنا بقى طالما consolidated في المرحلة اونية يبقى الدرينجي allowed during the cell pressure application يعني انا وانا بعمل السيجما ثلاثة هيبقى الدرينجي مسموح ليه وفاتح المحبس then without allowing further drainage increase the freeze هبتدي اقفل المحبس اقفل المحبس تاني فاللي يحصل ما يبقاش فيه تصرف لمين للمية اللي خارجة من ال soil في مرحلة deviator a load يعني سيجما ثلاثة لسه ما زالت مالها ثبتة زي اليو يو تيست النوع الثالث اللي هو cd test ساعة الناس بيسموه dd اللي هو consolidated drain دبقى consolidated drain او احنا عندنا المرحلتين المرحلة الاولانية ايه اللي هيحصل هيحصل اللي هو انت مأثر بالcell pressure تأثير الcell pressure لا هتعتبر consolidated يعني consolidated يعني سامح ان يبقى تخرج مية من soil ده موجود في المرحلة الاولانية وبعدين بقى بيحصل ايه تاني زي ما كانت زي التجربة دي بالزبط سامح ان المية تخرج لكن هنا بيحصل drainage كمان مسموح بيه في امتى في مرحلة مين ال deviator stresses وده ال consolidated drain test دول التلاتة انواع بتوع التري اكسيال تيست وان شاء الله في الجزء اللي جاي هنبتجي ازاي نحدد الشير سترينس برامتر من هذه التجربة شكرا اللي جاي هنبتجي ازاي نبتجي 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 ازاي نبتجي